حقيقة هذا الاحتفال هو للسنة الثانية على التوالية أقامنا هذا الاحتفال في العام الماضي بشكل كبير اشتركت به مجموعة من المحافظات في الوسط وجنوب وأقامناه بشكل كبير جدا كان الهدف أن نضغط على الجهات الرسمية والحكومية لغرض تقنين هذا الاحتفال وجعله ضمن قانون لكي يكون عطلة يحتفى بها بشكل رسمي ويحتفل بها بشكل رسمي الحمد لله هذا كان المشروع العام السنة بجهود الأخوة أعظام مجلس النواب تم إقرار هذا ضمن قانون واعترف به رسميا عطلة رسمية طبعا بعد أن حاولت القوى الأخرى تغييب هذا اليوم نعمل على أن نثبت من خلال هذا الاحتفال نثبت هذا الاحتفال وهذه المناسبة في نفوس عامة الناس تعرف أنه قبل مجيء الحكومة البعثية والقومية في أيام الحكومة الملكية كان هذا العيد يحتفل به بشكل رسمي وكان عطلة رسمية وكان يوم الغدير هو يوم تنصيب الملك ملك فيصل عندما نصب على العراق نصب في يوم الغدير في منطقة القشلة هذا شيء واضح جدا وكان يحتفل به بشكل رسمي سنويا ويكون احتفال شعبي نحن بهذا الاحتفال في بغداد وفي غيرها من المحافظات الهدف منه إعادة هذه الروح للشعب العراقي وإعادة هذا العيد للواجهة كما ينبغي له وكما كان المعمول به قبل مجيء الحكومات البعثية والقومية اشتركوا في القناة